السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة فيديو جديد عن اعادة تدوير رول المناديل. فكرة بسيطة جدا وان شاء الله هتعجبكم. اول حاجة جبت رول مناديل. وبعمل عليه ما كده عند خمسة سنتي. وبعد كده بوصل النقط ديب بعضها. وباقصها بالمقص. بامش على الخط بالزبط عشان المقص يطلع معي مزبوط. وبعد المقصتها جبت قطع الكارتون. اي كارتونة قديمة عندكم. بحطها كده عليها. وبرسل نفس الدائرة بالضبط بتاعت الرول. هعمل واحدة تانية. وبعد كده بحط عليه شمع. وهزبطها على قطعة الكارتون وبعد كده هقصها. وبعد ما قطعت الكارتون بقت سبتة كويس جدا في الرول. بحط شوية شمع صغيرين في النص كده. وده خيط مكرمية بيتجاب من محلات الخيوط والقلف. لو ما فيش خيط مكرمية ممكن تستخدموا خيط صوف او خيط خيش. يعني اي حاجة متاحة عندك ممكن تستخدموها. وبعد كده هبتدي ان انا الف في الخيط ده بحط شمع وبلف في الخيط بالشكل ده كده. بكملها كده كلها بنفس الطريقة بحط شمع وبلف في الخيط لغاية ما خلصها كلها وبعد كده هوريكم شكلها. ودي شكلها بعد اما كملتها وقطعتين الكارتون هتسبتهم في بعض. بسبتهم طبعا بالشمع. ممكن تستخدموا الغرة. بلزهم كده في بعض. وفي النص بحط شمع صغيرهم. ونفس الطريقة اللي انا عملتها في الرول بتاع المناديل بعملها برضو على قطعة الكارتون دي. بحط كده خيط مكرمية. ولو مش متاح خيط مكرمية ممكن تستخدموا خيط صوف او خيط خيش. وبنفس الطريقة برضو هبتدي ان انا الفه. لغاية ما خلصها كلها. وهعملها برضو من نحية التانية. كملتها كده من النحيتين. واهم حاجة الحتة اللي في النص دي. بحط شمع وبعملها برضو بنفس الطريقة بس اهم حاجة ما يبقاش فيه فواصل ما بينها بينها. بعد اما كملتها جبت عصيان الشيش طوق عزيطين. هقص كده حتتين قد بعض. وبعد اما قصيتهم هبتدي ان انا الف عليهم خيط مكرمية. قصيت حتتين طوال واتنين صغيرين زي ما انتو شايفينهم. وهلف عليهم الخيط كده بالشكل ده. وبعد اما لفيت عليهم الخيط جبت شريط من محلات الخيط والكلف. هحطه على الحرف كده من هنا خالص. بسبته بالشمع. وده شريط تزيين بيتجاب من محلات الخيط والكلف. ممكن تستخدم شريط ستان او اي شريط متاح عندك. بسبته بالشكل ده. ومن نفس الشريط برضو بلفو عليها كده من هنا. والزيادة دي بقى استهب المقص. وعلى العجلة برضو بحط عليها الشريط ده وده بيتجاب من محلات الخيوط والكلف. بعد كده جبت لولي والولي ده بيتجاب من محلات الخيوط والكلف. بحط عليها كده كم واحدة. بعد كده في نص العجلة. من هنا كده بالضبط بحط شوية شمع. وبسبت فيها العصيان دي. ومن ناحية الثانية برضو. وهسبت عليها الرول بتاع المناديل. بقلبها كده وبسبتها كده بالشكل ده. بسبتها كويس جدا. الاتنين الصغيرين دول. هسبتهم هنا كده من جوة. من هنا كده. ممكن بدل الاتنين دول تعملوا عجلة زي اللي قدام دي عجلتين وتسبتهم في الجناب. بعد كده هحط لولي اللي هوا بيبقى نص وده بيتجاب من محلات الخيوط والكلف. بحط واحدة بس كده من هنا. واحدة برضو من ناحية الثانية. بالشكل ده. وبعد كده كده هيتفل صغيرة. بسبتها كده في الرول. وهبتدي ان انا احط عليها الورد. اشترك ودي وردة صغيرة عملتها من شريطي الساتين. هسبتها كده من هنا. هدي شكل حلو. دي كده شكلها النهائي. وانا كنت عاملة واحدة تانية بالصبخيط الخيش. فكرة بسيطة جدا. اتمنى ان هي تعجبكم. ولو اول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. واهم حاجات تدوسوا على علامة الكل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. وقلوا اللي بقى رأيكم في التعليقات والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة